السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نبدأ اليوم في تصنيف الاعاقة السمعية اول تصنيف عندنا هو التصنيف تبعا للسن يعني ايه للسن؟ يعني متى حدثت الاعاقة السمعية؟ في بعض الاولاد بيتولد طبيعة وبتحصل له مشكلة أو صدمة أو حادث فبيتسبب في اعاقة سمعية بس سوى سمع قبل كله عشان كده احنا عندنا صمم ما قبل اللغوي ويشير الى حالات السمع التي تحدث منذ الولادة يعني واحد يتولد وهو أصم واحد يتولد وعنده مشكلة في الأزن واحد يتولد وعنده مشكلة في عصب الأزن القوقعة وهكذا اما الصمم بعد اللغوي لا تولد سليم يشير الى حالات الصمم التي تحدث بعدما يكتسب الطفل مهاوة الكلام واللغوي يعني يتعلم ودائما هم بيحطوا بعض الاحيان كده مثلا سنة ثلاث سنوات هل الصمم حدث قبل ثلاث سنوات ولا بعد ثلاث سنوات هو ده الأساسي في تصنيف تبعا للسن طيب بعد كده عندنا فيه تصنيف آخر بقى وهو التصنيف تبعا لطبيعة الأقل السمعي إذا كان فجد سمعي توصيلي فجد سمعي حص عصبي فجدان سمعي مختلط الفجدان السمعي المركزي والخصائص المميزة لكلنا من واحد واثنين وهنعرف ده بالتفصيل بعد كده إن شاء الله